بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الأحكام فبين الحاكمة والمحكومة فيه والمحكومة عليه شرع بعد ذلك في بيان أدلة الأحكام وذلك أن الأصول هي معرفة الأحكام بأدلتها الإجمالية وهذا المبحث هو المتعلق بالأدلة الإجمالية التي سيتكلم عنها المصنف بمشيئة الله عز وجل يقول المصنف أولا الأدلة الشرعية أي أدلة الأحكام الشرعية وسيتكلم عنها على سبيل الإجمال قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول المصنف وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله أي ستأتي ذكرها وسيأتي ذكر بيان غيرها كذلك وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأربع الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إما لكون هذه الأربع هي المتفق عليها وعندما نقول إنها المتفق عليها فإن ذلك على سبيل الجملة وقيل لأن هذه الأربع هي التي يرجع لها باقي الأدلة وقد جاء عن بعض علماء المذهب كأبي علي بن أبي موسى أنه جعل الأدلة عند الإمام أحمد ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ورد القياس إلى ما سبق نعم الأصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما نعم قال الأصل الكتاب يعني بالكتاب القرآن وسيأتي تفصيله والسنة مخبرة عن حكم الله فهي مبينة لتبين للناس ما نزل إليهم قال والإجماع مستند إليهما وسيأتينا إن شاء الله في محله أنه لا يمكن أن يقع إجماع إلا عن دليل وهذا الدليل قد نعلمه وقد لا نعلمه فالذي عُصمت فيه الأمة هو نقل الحكم وأما نقل الدليل أو فهمه فقد يخفى على بعض الناس بل قد يخفى في بعض الأمصار عموماً لكن مع ثبوت الحكم إذن عُصمت الأمة في الحكم وأما الدليل فقد يخفى على بعض أهل العلم قال والإجماع مستند إليهما أي إلى الكتاب والسنة وتقدم قال والقياس مستنبط منهما أي فلا قياس إلا على أصل والأصل هو إما الكتاب أو السنة الكتاب كلام الله منزل للإعجاز بسورة منه نعم بدأ أولاً بالكتاب فقال الكتاب ويعني بالكتاب القرآن وعبر بالكتاب لأن الله عز وجل سماه كتاباً كذلك في كتابه ذلك الكتاب لا ريب فيه فتسميته كتاباً موافق لما في كتاب الله عز وجل ثم عرف القرآن ثم عرف الكتاب فقال هو كلام الله نعم قال هو كلام الله عز وجل وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله عز وجل ولذا فإن المصنف أظهر من الكلام له وهو الله عز وجل وذلك أن الأشاعر يخالفون في هذا الباب ويقولون إن كلام الله قديم وأن القرآن هو عبارة عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله حقيقة وإذا تجد بعضهم إذا ذكروا هذا التعريف يقولون فيه هو الكلام المنزل ويعنون بالمنزل أي المنزل عبارته ولا يقولون إنه كلام الله عز وجل كما في بعض كتب الأصول كجمع الجوامع وغيرها إذن عندما نقول إنه كلام الله عز وجل نستفيد فائدتين الفائدة الأولى متعلقة باعتقاد أهل السنة والجماعة المجمع عليه عند علماء الأمة حكى الإجماع عليه جمع كثير كما حكى ذلك اللالكاء في شرح أصول السنة أن القرآن هو كلام الله حقيقة الأمر الثاني أن هذه الجملة تخرج لنا ما ليس كلاما لله عز وجل فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره كله ليس قرآنا ولا يصدق عليه هذا الجنس أي جنس كلام الله عز وجل نعم المنزل نعم قول المصنف رحمه الله تعالى كلام الله المنزل يصح في ضبط هذه الكلمة وجهين يصح التشديد ويصح التسهيل فتقول المنزل والفرق بينهما قالوا إن المنزل هو الذي منزل جملة واحدة وأما المنزل المنزل الذي ينزل على تتابع وتنجيم وأما المنزل فهو الذي يكون نزوله مرة واحدة وكتاب الله عز وجل يصدق عليه الأمرين معا وقولهم المنزل هذه أو هذا القيد يخرج لنا ما كان من كلام الله عز وجل غير منزل ككلامه جل وعلا للملائكة والله عز وجل يتكلم بما شاء كيف ما شاء وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج فإنه كلام الله عز وجل لكنه ليس بمنزل ولذا فإنه لا يسمى قرآنا ولا كتابا للإعجاز بسورة منه نعم قال المصنف للإعجاز بسورة منه أي أن كلام الله عز وجل الذي هو القرآن أنزل للإعجاز ولذا فإن الله عز وجل تحدى به الناس جميعا وتحدى به أقحاح العرب وفصحاءهم على أن يأتوا بمثله فعجزوا أن يأتوا بذلك ولذلك قيل إن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية هي القرآن لأنه معجوز عن أن يأتي أحد بمثله وقول المصنف رحمه الله تعالى المعجز بسورة قالوا معنى السورة هنا هي ليس السورة التي اصطلح العلماء على قصدها كسورة البقرة وآل عمران وغيرها وإنما المقصود بالسورة هنا السورة أو بعضها كما قال بعض شراح المختصر والمراد بالبعض هو كل ما كان ثلاث آيات فأكثر إذن فمرادهم بالسورة هي ثلاث آيات فأكثر صرح بذلك جماعة كالسيوط وغيره وإنما جاءوا بلفظ السورة لأجل موافقة كلام الله عز وجل فإن الله عز وجل قد تحدى الناس أن يأتوا بسورة مثله وأما الآية فليأتوا بحديث فإن هذا مطلق محمول على السورة إذن السورة في الآية محمولة عند علماء الأصول على ثلاث آيات قالوا لأن أقل سورة وهي الكوثر ثلاث آيات إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إذن بسورة ذات ثلاث آيات أو مثل تلك السورة من حيث عد الآية وهي الثلاث لماذا قالوا السورة خصوها بذلك عرفنا الوجه من حيث المناسبة للقرآن ولأن هناك خلافا بين أهل العلم هل يحصل إعجاز والتحدي بآية أو بآيتين أم لا مع اتفاقهم على أن الثلاث الآي يكون فيها الإعجاز وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى المتعبد بتلاوته نعم قول المصنف المتعبد بتلاوته نعم أو قبل أن ننتقل المتعبد لتلاوته المعجز الكلام الذي كان به الإعجاز قالوا هذه يخرج السنة فإن السنة وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الحواء إنه إلا وحيوها فليست السنة معجزة ومما جاء في السنة الحديث القدسي واعتقاد أهل السنة والجماعة كما قرره ومنهم الشيخ تقيدين في جواب أهل الإيمان وقبله جماعة من أهل العلم أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قال الله عز وجل فإنه صادق في نقله وفي قيله عليه الصلاة والسلام فهو قد حكى لفظ الله جل وعلا ومعناه تابع لذلك ولكن الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أمور أهمها الإعجاز وقد ألف ابن القيم رسالة صغيرة جدا موجودة في الفروق بين الحديث القدسي والقرآن وذكر أول هذه الفروقات من حيث الإعجاز ونقل أغلب هذه الرسالة ابن حجر الهيتمي في شرحه على الأربعين النووية المسمى بالفتح المبين طيب عندما نقول إن القرآن هو المعجز ليس معنا ذلك أن ننفي الإعجاز عن السنة مطلقا فإن الإعجاز في السنة ومنه الحديث القدسي باق على سبيل الجملة بيد أن الإعجاز في القرآن فهو كامل في لفظه وفي معناه وفي نظمه وفيما يدل عليه نعم المتعبد بتلاوته نعم المتعبد بتلاوته لأن القرآن متعبد بتلاوته فقارئ القرآن سواء نوى به العبادة أو قرأه لمجرد القراءة فإنه مأجور وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة فإنه لا يؤجر عليه إلا إذا نوى به عبادة كالتفقه مثلا والتعلم وأما ذات قراءته فإنه مأجور على أمور تابعة كصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التعلم والحفظ وأما القرآن فإن المرء مأجور على قراءته وعلى استماعه ولو كان أعجمياً لا يفقه من معانيه شيئاً وهو القرآن نعم قول المصنف رحمه الله تعالى وهو القرآن يعني يدل على أن الكتاب هو القرآن وعلى هذا إجماع أهل العلم فيما حكي إلا أمر سيأتي بعد قريب وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً دورياً نعم قال المصنف وتعريفه أي تعريف الكتاب بأنه ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً هذا التعريف تعريف يلزم الدور ولذلك ضعف المصنف هذا التعريف بقوله قيل وهذا القول قيل قال به الموثق بن قدامه كما نقل عنه أنه هو الذي عرف هذا التعريف والمقصود بالمصحف هو المكتوب وأول من سمى هذا المكتوب مصحفاً هو أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم فقد جاء في عند الطبران أن أبا بكر رضي الله عنه لما كتب لما أمر بكتابة المصحف وانتهوا من كتابته شاور الصحابة رضوان الله عليهم في تسميته فاختاروا له اسم المصحف لأنه مكون من صحف وكان أبو هرير رضي الله عنه غائباً فلما حضر أخبر بذلك فقال أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول يأتي أقوام يؤمنون بالصحف المعلقة أو نحو ما قال أبو هرير رضي الله عنه في المقصود من هذا أن هذه التسمية وإن كانت من أبي بكر والصحابة رضوان الله عليهم إلا أن لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الجملة التي نقلها أبو هرير رضي الله عنه وهذا التعريف الذي قاله الموفق بن قدامة تتبع من جهات الجهة الأولى أنه يلزم الدور كما ذكر المصنف تبعا لبن مفلح وغيره ووجه كونه كذلك أننا لا نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف ما نقل بين دفتي المصحف إلا بكونه قرآنا والقرآن يعرف بكونه ما بين دفتي المصحف كما أن عليه إشكالا من جهة المنسوخ من القرآن فإن المنسوخ من القرآن قرآن ومع ذلك ليس موجودا بين دفتي المصحف وهكذا بعض الأمور المتعلقة ببعض الآي وسيأتي إن شاء الله في القراءة الشاذة وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو سهو قال المصنف وقال قوم هؤلاء القوم الذين نقل عنهم هذا الشيء مبهمون غير معلومين وقيل إن من أول من نقل هذا القول عنهم هو الموفق بن قدامه والنقل عنهم ذكر المصنف أنه سهو ولا يصح فلا يصح أن شخصا يقول إن الكتاب هو القرآن بل إن في كتاب الله عز وجل التوضيح والتصريح بأن الكتاب هو القرآن لا فرق بينهما وقول المصنف هو سهو تحتمل احتمالي تحتمل أنها سهو في النقل فلا يصح أن ينقل عن أحد أنه فرق بينهما ويحتمل أن يكون مراده بالسهو أي سهو من المنقول عنه ذلك القول فيكون بمعنى الخطأ فيكون هو المخطئ ولذلك يعني أشار لهذه المعنين الطوفي فقال إن صح النقل فهم مخطئون أو أن النزاع نزاع اللفظي يعني ثم أطال في هذه المسألة فقط أشير لمسألة أن بعض المعاصرين وما أكثر ما يغرب المعاصرون ألف كتابا ضخما في الدلالة على التفريق بين القرآن والكتاب وأتى بغرائب وعجائب خرم بها أمورا كثيرة علما أن أهل العلم أجمعوا على ألا فرق بين الكتاب وبين القرآن وأنهما سوى وما وجد عن بعضهم فنقول إما أن يكون خطأا وإما أن نقول إنه غير صحيح في النقل عنهم أو أن هؤلاء بنوه على أصل اعتقادي عندهم في مسألة الكلام النفسي وهذا التوجيه الثالث أيضا ذكره الطوفي ونقله عنهم نعم والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا الاشتراك قال إمامنا لم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء نعم يقول الشيخ والكلام هذه المسألة التي أوردها المصنف وإن كانت من مسائل الاعتقاد إلا أن لها أثرا في أصول الفقه وغيره وهذه المسألة ذكر بعض أهل العلم وهو المرداوي أنها من أعظم مسائل الدين حتى إنما سمي علم الكلام بهذا الاسم لأجل المخالفة في هذه المسألة وقلت إن لها تعلقا بأصول الفقه لأن كثيرا من الذين كتبوا في أصول الفقه أرادوا أن يستدلوا على كلامهم بعلم الكلام فجعلوا علم الكلام هو مستمد أصول الفقه ولم يجعلوا استمداد قواعد أصول الفقه النقل من النصوص أو عن التابعين أو يجعلوه الفروع الفقهية ويستنبط منها المسألة وذلك هذه المسألة مع ظهور معناها إلا أن لها أثرا في كثير من المسائل العقدية والأصولية وبعد ذلك المسائل أو الفتاة التي حدثت بين بعض المسلمين وقول المصنف الكلام عند الأشعرية هنا مسألة أن بعض أهل العلم قالوا أن الأشعرية أو الأشاعر ليسوا متفقين على رأي واحد في حقيقة الكلام فقد نقل المصنف عنهم هنا قولا أنها من باب الاشتراك اللفظي وهو أحد أقوالهم ونقل عنهم كذلك أنهم يقولون إنها دائرة بين الحقيقة والمجاز بين الحروف وبين الكلام النفسي وبين الكلام النفسي نعم وقيل غير ذلك ولكن المصنف هنا أورد أحد أقوالهم في المسألة وبهذا يظهر لنا مسألة مهمة جدا وهو أن أصول الأشاعرة التي بنوا عليها مذهبهم مخالفة لاعتقاد السلف الصالح رضوان الله عليهم ولا يصح نسبة شيء من مذهب الأشاعرة للإمام أحمد ولا لأصحابه وهذا لا شك فيه ومن الذين عنوا بعلم الكلام وكان فاهما لعلم الكلام حق الفهم ابن عقيد رحمه الله وقد بيّن هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس من المتقدمين حتى إن أبا الحسن نسب نفسه لمذهب الإمام أحمد وكذا بعض أصحابه بل إن أبا بكر الباقلاني وجد بخطه أنه يقول كتب في اسمه أنه الباقلاني الحنبلي فكان يسمي نفسه الحنبلي ظنًا منه أن اعتقاده هو اعتقاد السلف الذي شهر به الإمام أحمد يقول ابن عقيل في جزء له في الأصول في الكلام يقول دعوى الأشاعرات موافقة الإمام أحمد باطلة أين هم عن قول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن فهو مخلوق وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي تكلم الله بصوت ثم قال أحمد من لا ينكر هذا إلا جهمي أو لا ينكر هذا إلا الجهمية فبين ابن عقيل أن دعوى الأشاعر موافقتهم لأحمد والسلف في هذا الباب أنها دعوى باطلة كذا نص وصرح وهذا واضح نعم قال نعم والكلام عند الأشاعر مشترك بين الحروف المسموعة هناك الكلام عموما كلام الله عز وجل وكلام وغيره يصدق عندهم على أمرين الأمر الأول الحروف المسموعة الحروف المسموعة وهذا الذي أجمع العقلاء من العرب وغيرهم أن الكلام يصدق عليه هذا المعنى وهو الحرف المسموعة ولذلك فإننا نقول لا كلام إلا بصوت وحرف لا كلام إلا بحرف وصوت حكى الإجماع عليه كثير من أهل العلم منهم أبو الخطاب والنووي والشيخ تقي الدين بل كثير من أهل العلم حكوا الإجماع عليه ورسالة السجزي لأهل زبيد هي في هذه المسألة وهي مسألة الحرف والصوت وهذا مجمع عليه بين أهل العلم فلا كلام إلا بحرف وصوت وإذلك عبر بالمسموعة والتعبير بالصوت أدق من المسموع لأنه قد لا يسمع من شخص آخر هذا المعنى الأول المعنى الثاني عندهم قالوا إن الكلام يصدق على المعنى النفسي ثم ذكر المصنف تعريف المعنى النفسي لأنه في الحقيقة مشكل وقال وهو أي والكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم قولهم نسبة بين المفردين المراد بالمفردين أي المعنيين فيكون نسبة بين المعنيين بأن يتعلق أحد المعنيين بالآخر قائمة بالمتكلم بمعنى أنهم يرون أن الكلام النفسي يكون قائما به ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم أوضحها الرازي في كتابه المقدم عند الأشاعر وهو كتاب الأربعين فذكر في كتاب الأربعين الذي نقضه غير واحد من أهل العلم قال معنى قيام هذه النسبة المتكلم هو أن الشخص إذا قال لغيره إسقن ماء فإنه قبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وتصور حقيقة الماء فالنسبة الطلبية بين ما قام في نفسه والماء ما قام بنفسه من تصور حقيقة السقي وبين تصور حقيقة الماء هذه هي الكلام النفسي بينهما وهذا الكلام في الحقيقة يعني متكلف وفهمه من أصعب الصعب ليس على إطلاق طبعا لكن أصعب الصعب على المبتدي والشر لم يتعبدنا بهذا الشيء وقد اعترض على كلام على كلام في هذا كلام طويل جدا طيب ثم قال الشيخ وعندنا ومراده بعندنا أي عند الإمام أحمد وقبل أئمة السلف كالبخاري رحمه الله تعالى وله جزء مفرد في ذلك وعبد الله بالمبارك وكثير من أهل العلم كما حكي الإجماع عليه بل ما من كتاب من كتب اعتقاد السلف إلا وينص على هذه المسألة قال وعندنا لا اشتراك ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى أنه لا اشتراك أنه لا يوجد اشتراك بين المعنيين بين الحروف المسموعة وبين الكلام النفسي لأننا نقول حقيقة أنه لا يوجد شيء يطلق عليه كلام ويسمى بالكلام النفسي لا يوجد في كلام العرب ولا في أشعارهم المقبولة اللهم إلا بيت شعر منحول ولذلك مع إنكارنا وجود الكلام النفسي فنقول لا اشتراك فإن سلم بوجود الاشتراك فإن سلم بوجود عفوا بوجود الكلام النفسي يعني تسليم على سبيل الجدل فلن نقول حينئذ لا اشتراك بينهما بل هو حقيقة في الصوت المسموع مجاز في غيره إن سلم ذلك مع أن قواعد اللغة جميعا تنفي ذلك وقواعد الشرع إنما تدل على أنه الصوت المسموع فإن الله عز وجل يسمع صوته يتكلم الله عز وجل ويسمع صوته وبيّن نبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون سماع صوت ربنا جل وعلا قال إمامنا لم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء نعم قوله قال إمامنا يعني به الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء هذه الكلمة منقولة عن أحمد رحمه الله تعالى بصيغ متعددة وقد حكى ابن حامد أبو عبد الله شيخ القاضي أنه لا خلاف عن الإمام أحمد في تقرير هذه المسألة وهذه المسألة من أعظم الأمور التي تنقض خلاف أهل الكلام في كلام الله عز وجل نعم وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى متكلما كيف شاء هذه تعارض طريقة بعض أهل بدع كابن كلاب مثلا ومن تبعه فإن ابن كلاب يقول إن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته وإنما كلامه صفة لازمة لذاته قائمة به كحياته جل وعلا فيجعلها صفة لازمة وهذا هو لازم قول الأشاعرة فإنهم يجعلون الكلام صفة لازمة ولذلك يقول الشيخ تقي الدين يقول قول من يقول يعني من السلف لم يزل الله متكلما كيف شاء هذا هو المعروف عن السلف وإمة الحديث كعبد الله بن مبارك وأحمد وسائر أهل الحديث والسنة ثم تكلم وفر على هذه المسألة تفريعات طويلة وقال القرآن معجز بنفسه نعم قوله قال أي الإمام أحمد القرآن معجز بنفسه بخلاف أهل البدع فإنهم لا يرونه معجزا بنفسه وإنما بما يكون فيه من معنى فقط وأما الإمام أحمد فيقول إن القرآن معجز بنفسه نعم وقال جماعة من أصحابنا كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه وفاقا للحنفية وغيرهم نعم قال جماعة من أصحابنا هؤلاء جماعة مبهمين ويدل على أنه قول كثير منهم قالوا كلام أحمد المتقدم أن القرآن معجز بنفسه يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه هذا تفصيل لما تقدم ذكره في تعريف الكتاب وأنه المعجز وقوله يقتضي أنه معجز في لفظه يدل على أن الإعجاز فيما كان بلفظ القرآن وأما إذا ترجم فلا إعجاز في لفظه وقوله ونظمه أي في ترتيبه وتركيبه ولذلك عني العلماء في أمور متعلقة بنظم القرآن من ذلك أن بعضهم عني بترتيب الآي كالبقاع في تفسيره ومنهم من عني أيضا بترتيب السور وعلاقة كل السور بما قبلها وغير ذلك مما يتعلق بالنظم في هذا المعنى قال ومعناه أي ما دل عليه من المعاني قال وفاقا للحنفية وغيرهم ينبني على هذه المسألة أن القرآن معجز أننا نقول إن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة فإنه لا يقوم ترجمتها مكانها لأن ترجمة الفاتحة ليس بمعجزة فلا تقوم مقامها ومما ينبني على ذلك أيضا أن المتقرر عند فقهائنا أنه لا يجوز كتابة القرآن بغير العربية لأن الإعجاز إنما يكون بلفظه فإن ترجم القرآن لغير العربية فإن ترجمت معاني القرآن للقرآن نفسه فإن ترجمت معاني القرآن إلى غير العربية فإنه يجوز مس ذلك الرق المكتوب فيه تلك الترجمة ويجوز للجنوب كذلك أن يقرأها وأن يمسها والحائض لأنه ليس بقرآن نعم وخالف القاضي في المعنى نعم قول مصنف وخالف القاضي يعني به القاضي أبا يعلى في المعنى فالقاضي أبو يعلى يرى أن الإعجاز إنما هو في اللفظ والنظم فقط دون المعنى وانبنى على ذلك أن أبا يعلى رحمه الله تعالى كان يرى أنه يصح أنه قد يكون الإعجاز في بعض آية إذا كانت دالة على المعنى ووجه قول القاضي قال لأن الله عز وجل تحدى العرب بمثله أي في اللفظ والنظم وأجيب عن ذلك كما قال ابن مفلح في كتاب الفروع بأنه لا يسلم هذا الشيء بل إن التحدي في القرآن بمثله في نظمه ومعناه في نظمه ولفظه ومعناه كذلك ثم ذكر كلاما طويلا في استدلال على صحة أن الإعجاز في اللفظ نعم قال ابن حامد الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق خلافا للمعتزلة نعم قال ابن حامد الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة مدامت آية باق لأنها مستقلة بالمعنى خلافا للمعتزلة حيث يرون أنه لا إعجاز فيها الحروف المقطعة هي التي تكون في أول السور كألف لام ميم وحاميم كافها يا عين صاد وغير ذلك من الحروف المقطعة الحروف المقطعة عندنا أمرا الإعجاز بها ومعناها نبدأ بمعناها ثم نأتي للإعجاز بها أما معناها فقد نص كثير من علمائنا على أن الحروف المقطعة في أوائل السور أنها من المجمل والمشتبه وأنها ليست من المحكم فهي من المشتبه وليست من المحكم وهذا مشعره كثير من أهل العلم متقدمين حتى المتأخرين حتى موجود في شرح المنتهى أن الحروف المقطعة من المشتبه ومعنى قولنا إنها من المشتبه ليس معناها أنه ليس لها معنى بل لها معنا لكن لا يعلمه إلا أهل العلم فقيل إن معنى الحروف المقطعة هو أنها أسماء السور وإذلك قد تسمى بعض السور بأول حروفها المقطعة وقيل إن الحروف ليست موضوعة للدلالة على معنى بذاتها وإنما جئ بها لإعجاز وهو أن الله عز وجل جاء أو تكلم بهذه الحروف للتحدي بمعنى أن القرآن مكون من هذه الحروف فمعجز عليكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن مع أن هذه الحروف تنطيقونها وتعرفونها وهذا معنى قول ابن حامد الأظهر من جوابي أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق هو باق كذلك فهي معجزة لما فيها من التحدي وأما المعنى فهو أمر يختلف عن الإعجاز وإن كان بينهما علاقة وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره نعم هذا قول بعض أهل العلم أن بعض الآيات يكون فيها إعجاز وستدلوا بقول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله قالوا والحديث يصدق على بعض الآية وتقدم معنى أن قول الله عز وجل فليأتوا بحديث أنها من باب الإطلاق المطلق ويراد به المقيد وهي السورة وهو المجمل أو البعض ولذلك نقل بعض المتأخرين وهو المرداوي أن قول القاضي أبيعلى أن في بعض آية إعجاز أن المراد من قوله ما فيها من إعجاز بياني إذا كان بعض الآية تاما لا مطلقة يعني ليس كل بعض آية فيها إعجاز بل لا بد أن تكون بعض الآية تامة لا بد أن يكون بعض الآية جملة تامة مثل آية المدائرة فبعضها قد يكون به الإعجاز ولذلك يقول المرداوي يقول الظاهر أنه أراد ما فيه إعجاز أي من بعض الآية وإلا فلا يقول في مثل قوله تعالى ثم نظر أن فيها إعجازا نعم وفي التمهيد لا وقاله الحنفية نعم قوله وفي التمهيد أي في التمهيد لأبي الخطاب لا أي لا إعجاز في بعض آية وإنما لا بد أن يكون آية كاملة وهذا الكلام نظره بمعنى أنه قال إن فيه نظرا المرداوي فقال إن الآية الطوال يكون في بعضها إعجاز نعم وفي واضح ابن عقيل لا يحصل التحدي بآية أو آيتين نعم ابن عقيل يقول أن التحدي لا يحصل بالآية والآيتين بل لا بد أن يكون ثلاثا ومراعاة لخلاه ابن عقيل ذكر من ذكر أن السورة لا بد أن تكون ثلاثة آيات لكي يكون التحدي والإعجاز بها قول ابن عقيل لا يحصل التحدي بآية أو آيتين فصل ذلك في كتابه الواضح وعبارته قال لا يحصل التعدي بمثل تبت ولا بالآية ولا بالآيتين ولهذا جعل حكم القليل منه غير محترم أو جعل حكم القليل منه غير محترم من احترام الكثير الطويل فسوغ الشرع للجنوب والحاو والحائض تلاوته أي بعض الآية كل ذلك لأنه لا إعجاز فيه وهذا الكلام الذي قاله قلت لكم أن المرداوي أيضا نظره وقال إنه فيه نظر وليس على إطلاقه بل قد يقال إن الآية إذا كانت متعلقة ليست تامة المعنى فلا إعجاز فيها وأما إذا كانت تامة المعنى فإن فيها الإعجاز تاما نعم مسألة ما لم يتواتر فليس بقرآن لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله نعم قبل أن تقل لهذه المسألة المسألة السابقة هل يقال إن في بعض الآية إعجاز أو الآية الواحدة غير التامة المعنى هل فيها إعجاز أم لا هل ينبني عليها خلاف أم لا ذكر في الفروع أنه ينبني على هذا الخلاف مسألة وهي هل الجنوب يمنع من قراءة آية واحدة أو بعض آية إذا كان معناها تاما أو ليس تاما ثم ذكر المصنف مسألة وهذه المسألة بدأ يتكلم عن المسائل المتعلقة بالتواتر في القرآن وهل التواتر شرط في كونه قرآن أم لا فقال أولا ما لم يتواتر فليس بقرآن معنى قول المصنف ما لم يتواتر ليس بقرآن يعني أن من شرط كون القرآن قرآنا أن يكون متواترا وهذا الكلام الذي أورده المصنف لم يحكي فيه خلافا أن من شرط القرآن أن يكون متواترا والحقيقة أن فيه خلاف سأذكره بعدما أذكر تعليل المصنف ثم علل كلامه فقال لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله هذا التعليل الذي أورده المصنف على غير جري عادته فإن عادته وما ذكره في أول الكتاب أنه لا يذكر تعليلا للمسائل الأصولية ولكن ربما الإنسان يند عنه شيء في حال كتابته قوله لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله معنى ذلك أي في تفاصيل مثل القرآن ومعنى هذا التعليل الذي أورده المصنف أن العادة جرت بوجود التواتر لما يتضمن التحدي ويتضمن الإعجاز والتحدي والإعجاز يكون بتفاصيل القرآن فلما كان كذلك فإن العادة جارية ومقتضية كذلك بلزوم التواتر في تفاصيل أي في أجزاء ما جعل للتحدي والإعجاز هذا معنى كلام الشيخ طيب نرجع لأصل المسألة وهي قوله ما لم يتواتر فليس بقرآن أورد المصنف هنا قتلكم هذا القول وجزم به جزما كاملا وقد تبع في ذلك ابن مفلح وكثير من المتأخرين من الحنابل وغيرهم على ذلك والحقيقة أن كون التواتر شرطا في القرآن فيه خلاف وليس متفقا عليه وسيأتينا إن شاء الله في الشاذ إشارة لهذا الخلاف لكن يهمني هنا أن أنقل لك كلاما لابن الجزري المقرأ المشهور في كتابه النشر فقد ناقش هذه المسألة وذكر أنه كان يراها ثم تبين له عدم صحتها وهو اشتراط التواتر في القرآن يقول ابن الجزري في النشر شرط بعض المتأخرين التواتر ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به القرآن وهذا ما لا يخفى وهذا ما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت فإنه لا يحتاج إلى الركنين الأخيرين يعني بها معلق صحة النقل والرسم وسيأتينا إن شاء الله إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم لا ثم قال وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وعدم موافقة أئمة السلف والخلف فدلنا ذلك على أن ابن الجزري وهو من أمة الإقراء قال هذا الكلام بل سبقه إلى ذلك أبو شامة في كتابه المرشد الوجيس إذن هذه الكلمة تتابع عليها المتأخرون وأنكرها بعض المحققين وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة بعد قريب عند كلام المصنف عن الشاذ وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير في الجانبين نعم قوله وقوة الشبهة أي شبهة الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير في الجانبين أما الذين قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فإنهم قد رووا فيها حديثا عند الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وأما الذين قالوا إنها ليست آية من الفاتحة فإنهم رووا حديثا آخر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي فهذا يدلنا على أن البسملة ليست آية من الفاتحة فالعلماء على قولين في هذه المسألة ولكل واحد منهما دليل نعم حيث الدار قطني حكم الأئمة بل كثير من الأئمة المتقدمين على نكارته وعدم صحة لكنها شبهة عند من قال بذلك كبعض الشافعية وهذا معنى قوله وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم أي في جعلها آية من الفاتحة ونفي ذلك منعت من التكفير في الجانبين أي في جانب من أثبت أنها آية من الفاتحة وفي جانب من نفى أنها آية من الفاتحة فلحن نتكلم الآن عن مسألة هل البسملة آية من الفاتحة سيأتي مسألة أخرى هل هي آية من القرآن هذه أخرى تختلف فانتبه الفرق بينهما طيب إذن هذا معنى قال يعني الشبهية التي جعلت عدم التكفير في هذه المسألة نعم وهي بعض آية في النمل إجماعا نعم قال وهي أي البسملة بعض آية في النمل أي في سورة النمل وهي قول الله عز وجل إنه من سليمانة وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال إجماعا هذا الإجماع إجماع مقطوع به لا شك فيه ولا خلافة فيه ومن من حكى هذا الإجماع الزركشي في شرح الخراقي وابن عبد البر وكثير من أهل العلم حكوا هذه الإجماع نعم وآية من القرآن عند الأكثر نعم انتبه معي لهذه المسألة عندما نقول إنها آية من القرآن ما معنى ذلك بمعنى أنها أي بسم الله الرحمن الرحيم آية حيث كتبت في القرآن لكنها ليست آية من غير سورة النمل والفاتح هو الذي فيه خلاف وأما غير النمل فإنها ليست آية منه من السور وإنما هي آية من القرآن إذن ماذا تكون تكون آية أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور جميعا وقبل الفاتحة إلا براءة فإنه لم يفصل بينها وبين الأمثال بالبسملة وهذا القول بأنها آية من القرآن هو أصح الروايات عن الإمام أحمد وهو المعتمد عند أصحابه جميعا فهي ليست آية من الفاتحة ولا من باقي الصور إلا من النمل كما تقدم وقد حكى الإجماع على كونها آية طبعا نقول أنه هو الأصح للمسألة فيها خلاف لكن وأشار المصنف للخلاف لكن حكاه إجماعا القاضي أبو يعلى فقال إنه إجماع أهل العلم وفيه نظر إجماعه لأن فيه خلافا ومن جزا بهذا القول أيضا الشيخ تقي الدين إذن عرفنا الآن معنى كونها آية من القرآن قول المصنف عند الأكثر المراد بالأكثر أي أكثر القراء السبعة وأكثر أصحاب الإمام أحمد كذلك فإن أكثر أصحاب الإمام أحمد على أنها آية من القرآن ويدل على أدل له كثير جدا وذكرته أنها لم يعني أدل على أنها آية من القرآن أنها قد كتبت في أوائل السور وأن الصحابة قد أجمعوا على وضعها في المصحف مدل على أنه من القرآن وقد كان الصحابة رضوان عليهم يشددون في كراهة التعشير وحتى يعني وضعوا أي علامة من العلامات على القرآن فكانوا يرون ما سمه بن مسعود وغيره بتجريد القرآن كانوا يرون تجريد القرآن بمعنى أن لا يكتب في القرآن غيره وقد جمع ابن أبي داود الكثير من الآثار المتعلقة بتجريد القرآن في هذا الباب فنعرفنا طريقة السلف وهم الصحابة رضوان الله عليهم فإثباتهم للبسمة تدلوا على أنها آية على أنها آية منه طيب أيضاً لما حذفوها في سورة براء وأثبتوها في غيرها دل على أن هناك معنى وهو النقل طيب قول المصنف عند الأكثر يدلنا على أن في المسألة خلافاً وهذا الخلاف أيضاً في مذهب الإمام أحمد فإن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنها ليست من القرآن وهو قول أبي عمر بن العلاء وحمزة من المقرئين وقال به بعض الحنفية لأنها لم تتواتر وبنوع المتقدم عدم التواتر في النقل ونسبة هذا القول لإمام أحمد فيه نظر فقد قال الشيخ تقي الدين نسب بعض الأصحاب لأحمد أنه مذهبه أو مدعياً أنه مذهبه فالشيخ تقي الدين لا يصحح نسبة هذا القول لإمام أحمد وكذلك بالرجب رحمه الله تعالى فإنه قد قال في ثبوت هذه الرواية عن الإمام أحمد نظر نقلها عنه صاحب الإنصاف من كتاب تفسير الفاتحة وليست موجود في الجزء المطبوع الجزء المطبوع هو بعض الكتاب وما يبدو فات أكثر بكثير وبالرجب في تفسير الفاتحة أتى بأمور تدل على سعة علمه كما هي عادته فأتى بتدقيق المسأل ولو كان هذا الكتاب كاملاً لكان فيه علم كثير والموجود فيه علم كذلك بقي عندي مسألة أن بعض الإخوان قد ينظر في المصحف فيجد أنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم واحد الحمد لله رب العالمين ثمين إلى نهاية الفاتحة سبعة فيقول كيف تقول إنها ليست آية من الفاتحة وقد عدت من الفاتحة أقول أولاً تعلم أن ترقيم الآي وعد الآي إنما هو اجتهادي وليس توقيفياً التوقيف هو الوقف والاتصال وأما عد الآي فهو اجتهادي وليس توقيفياً ولذلك لم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحف الذي كتبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الآي وإنما كان العد بعدهم وهناك طرق كثيرة جداً عند علماء الإقراء والأداء في عد الآي ومن أول من كتب في هذا الباب أبو عمر الداني وله مجلد مطبوع قديماً في الكويت اسمه البيان في عد آي القرآن وذكر اختلاف العلماء القراءة في عد الآي وأغلب المقرئين كالمدنيين والمكيين كلهم على أن أول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وأما الكوفيون كعاصم فإنه يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فيعدها منه وأما أغلب وأما عد المدنيين والمكيين فأول آية الحمد لله رب العالمين مع الإجماع على أن الفاتحة سبع آيات لأنها هي السبع المثاني أجمع العلماء أنها سبع آيات طيب طيب هل عندما نقول إنها آية من القرآن نقول هي آية قبل الفاتحة لكن ليست من الفاتحة واضح فرق هي آية حيث كتبت هي آية قبل الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة ما هي ثمرة ذلك ثمرة ذلك أن نقول إن من قرأ الفاتحة في الصلاة فلا يلزمه أن يأتي بالبسملة وهذا قول المذهب قول أكثر أهل العلم الذين يرون ذلك يقول أنها ليست آية من الفاتحة فلا يلزم قراءتها وإنما يندب الإتيان بها مما ينبني على ذلك أنكم تعلمون أنهم يقولون ومن ترك تشديدة في الفاتحة بطلت صلاته ثم عدد الشدات كم إحدى عشرة تشديدة وأما الشافعية لأنهم يرون وجوب قراءة البسملة في الفاتحة فإنهم يقولون إن عدد الشدات كم خمس عشرة شدة فيزيدون ثلاثا نعم لا يزيدون ثلاثا أربعة عشرة تشديدة فتصبح عندهم أربعة عشر وإذا قرأت في كتب الشافعية والحنابل هؤلاء يعدون أربعة عشر وهؤلاء يقولون ثلاثا أحدى عشرة الفرق بينهم هي عد البسملة أهي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة نعم نعم نسألة القراءة السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء نعم يقول المصنف رحمه وتعالى القراءة السبع متواترة القراءة السبع معروفة عن طريق علماء القراءة السبع وقوله متواترة هذه أيضا مشكلة ولذلك نقل بمفلح رحمه الله تعالى أن بعض علماء المذهب عبر بدلا من متواترة بمستفيضة وهذا الكلام أيده كبار علماء الإقراء فإن الإمام أبا شامة رحمه الله تعالى صاحب المرشد الوجيز قد أطال في تقرير أن القراءات السبع ليست كلها متواترة بل إن فيها أحرفا غير الأداء الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل أن فيها أحرفا ليست متواترة وقرر ذلك بكلام طويل جدا ملخصه أن بعض القراءات السبع التي جاءت من طريق القراءة السبع اعترض عليها وسميت ضعيفة وهذا الضعف يدل على أنها ليست متواترة وإلا فلا يصح أن يوصف المتواتر بكونه ضعيفا وإذلك يقول إن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ فسمى بعضه شاذا وقال وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد مما روي عن هؤلاء الإمة السبعة فإنه يكون متواترا قال وينبني على ذلك القطع بأنها منزلة من عند الله واجب ثم قال ونحن نقول بهذا ولكن فيما اجتمعت عليه النقلة عنهم في الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير مع أنه قد شاع واشتهر واستفاض فلابد يزيد على أنها من السبع أن يكون قد شاع واستفاض ثم ذكر كلاما طويل جدا في الأحرف التي أنكرت على القراءة السبعة أو القراءة السبعة وأنتم تعلمون أن هذه القراءة السبعة قيل إن أول من خصهم بكونهم هؤلاء هم السبعة ذا مجاهد في كتابه السبعة ثم تبعه العلماء بعد ذلك وإلا تخصيصه بهؤلاء السبعة يعني متأخر وسنتكلم ما الفرق بين الحروف السبعة والقراءة السبعة في كلام الشيخ تقيدين الذي سينقله مصنف بعد ذلك طيب ثم قال الشيخ بعد ذلك إلا إيش فيما ليس من قبيل الأداء إلا فيما ليس من قبيل الأداء هذا من باب القيد لما أطلقه قبل ذلك وقد تتبع ما قبله فقد استثنى شيئا من كون القراءات السبع كلها متواترة هو ما كان من قبيل الأداء ويعني بذلك طبعا هو هذه الجملة كلها تبع فيها المصنف ابن الحاجب وابن الحاجب هو الذي أول من قال هذه الكلمة قيل قيل إنه أول من قالها لكن قاله قبلها قبله بعض أهل العلم طبعا من من قال إن أول من قال هذه الجملة إن القراءات إنها السبع إن القراءات السبع متواترة إلا ما كان من قبيل الأداء أول من قال ذلك ابن الحاجب قاله أي قال إنه هو الأول ابن الجزري في النشر فقد ذكر أن أول من قال هذه الكلمة ابن الحاجب وتبعه النس وقلت لكم كثيرا أن ابن الحاجب أثر في كتب الأصوليين بعدها طيب الأداء باختصار نقول إنه ينقسم إلى قسمين أداء في الصفة مثل أن يكون زيادة في المد أو أن يكون تخفيفا للهمس أو في صفة الإمالة وأما في أصل الأداء وهو المد فإنه متواتر إذن هذا النوع أصل المد أصل صفة الأداء وصفة الأداء نفسها فهي التي فيها الكلام هذا واحد الأمر الثاني أن هذا الكلام عندما قال المصنف ذلك وقاله ابن الحاجب قبله أن ما كان من صفة الأداء أنه ليس بمتواتر نوزع فيه من جهة أن بعض صفة الأداء متواتر فلا يصح أن تقول كل صفات الأداء غير متواتر نعم غير متواتر بل إن بعض صفة الأداء متواترة وهذا هو الصحيح الأمر الأخير هل هذا كلام جار على أصول أحمد أم لا؟ نقول نعم هو جار على أصول أحمد فإن الإمام أحمد نقل عن ما يدل على ذلك حتى قال المرداوي إنه هو ظاهر كلام الإمام أحمد وجه ذلك أن الإمام أحمد كره قراءة بعض المقرئين كحمزة وفقد جاء في مسائل بن هان أنه قال سألت أحمد عن الرجل يصلي خلف من يقرأ بقراءة حمزة فقال لا تعجبنا قراءة حمزة فإن كان رجلا أي الإمام يقبل منك فانهه وقد كثرت الروايات عن الإمام أحمد في كراهة القراءة أو قراءة في الصلاة بقراءة حمزة الكساء الزيات حمزة الزيات وعندنا قاعدة أن ما كان مكروها فليس بمتواتر إذ كيف ينكر ويكره المتواتر طيب لماذا أحمد كره قراءة حمزة صرح أحمد في رواية الفضل بن زياد أنه كرهه لما فيه من صياغ الأداء فقط فقال الفضل بن زياد قلت لأبي عبد الله ماذا أترك من قراءته يعني حمزة قال الإضغام والكسر ليس يعرف في لغة من لغات العرب فأحمد إنما كرهه لأجل ذلك فرأى أنه من باب أنه يعني اجتهاد من حمزة كأنه رأى أنه اجتهاد من حمزة لأنه لا يعرف في لغة العرب كذا قال لأنه فيه طولا في المد يزيد في المد وقد يشبع الكسر أحيانا والإضغام وهكذا وإذا قال أحمد لما ذكر عن قراءة حمزة قال هذا الإضغام والإضجاع الشديد فأنكر منه الإضجاع والإضغام طبعا أيضا جاء عنه أنه قال هي قراءة محدثة فأحمد كأنه يرى أنها ليست متواترة قبل أن أنتقل عن كلام علماء الإقراءة في ذلك هل هو صحيح هل يؤيدون كلام أحمد أم لا نقل أن أحمد تراجع عن ذلك عن كراهة قراءة حمزة نقلها ابن أبي يعلى في الطبقات ولكن المعتمد عند المتأخرين كراهة القراءة بهذه الصلاة وأما خارج الصلاة فإنه جائز وعللوه بمعنى آخر غير هذا المعنى فقالوا إن الناس قد ينكرون هذه القراءة طيب أبو شام أيضا أيد الإمام أحمد وقال إن صفة الأداء ليست متواترة وذلك يقول أبو شام في المرشد الوجيز وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور كإضغام أبي عمر ونقل الحركة لورش وصيلة ميم الجمعي وهاء الكناية لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت له القراءة بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والوسط أي إلى الإمام الذي نسبت له القراءة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرد من ذلك وهناك تسكب العبرات فإنها من ثم لم تنقل إلا آحادا إلا اليسير منها وهذه الأحادة التي نقلت في صفة الأداء أوردها ابن البنة في كتابة في التجويد وغيرهم وأسند ما ورد عن نفسه سدم فيها إذا المقصود من هذا أن صفة الأداء كما ذكر المصنف وهو ظاهر كلام أحمد ونقلها ابن الحاج وإن أنكره ابن الجزري فإن عددا من المحقين نرون أن هذه صفة الأداء ليست من المتواتر وإنما هي آحاد نقلت آحادا نعم نسأله لا صفح حميد بناء على ذلك يعني لو أن رجلا ترك صفة الأداء في القراءة فنقول لا شيء عليك وإذاك قول النظم حتم اللازم ومن لم يجود القرآن فهو آثم والأخذ بالتجويد حتم اللازم ومن لم يجود القرآن فهو آثم ابن الجزري فقالوا إنه آثم ليس بمعنى الحرام وذلك بعض أهل العلم حكى الاتفاق أنه ليس حراما لأن هذا من باب صفة الأداء صفة الأداء بعضهم حكى الإجمع لكن فيه نظر نعم مسألة ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحوف صيام ثلاثة أيام متتابعات ففي صحة الصلاة بها نوايتان نعم قوله ما صح أي ما صح إسناده والنقل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرط وهو ما صح إسناده في غير القراءة المتواترة فإن القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر فيها إلى الإسناد ولا يحتاج إليه وذلك من يقول من الناس إن القراءات في الجملة ما عدا بعض الأحرف ذكرناها قبل قليل أنها ليست متواترة لعدم وجود الإسناد نقول أصلا لا ينقل الإسناد في القرآن يعني لا ينقل عدم الوجود وإنما المتواتر لا يحتاج إلى نقل إسناد وذلك بعض الناس لما طبق قواعد الأسوريين أو القواعد التي يجدها بعض علماء مصطلح الحديث على القراءات قال إنها أحد هذا غير صحيح هذا غير صحيح مطلقا وبيّن ذلك علماء الإقراء جميعا إذن فقضية أن الصحة في السند والنظر في السند إنما ينظر في قراءة الأحاد دون قراءة التواتر قوله ما صح من الشاذ الشاذ أي من القراءات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والشاذ من القراءات يقابل المتواتر إذن بالشيء يعرف بمقابله فالشاذ يقابله المتواتر وذلك قال من الشاذ ولم يتواتر لأن الشاذ عند علماء الحديث شيء مختلف فإنه يكون مخالفا لما هو أوثق منه لا ليس مخالفا وإنما ليس متواترا فلا يلزم أن يكون نعم أحسنت طيب ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ضابط قراءة الشاذ فقال هو ما خالف مصحف عثمان هذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد وهو المصحه عند علماء الإقراء أن قراءة الشاذ لها ثلاثة شرط الشرط الأول ما ذكره المصنف في أول كلام أنها ما صح إسنادها والشرط الثاني أنها تكون مخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه والمقصود مصحف عثمان الذي كتبه عثمان فإن عثمان رضي الله عنه بعد ذلك كتبه بلغة قريش وهناك شرط ثالث يريده علماء الإقراء والفقه لا يذكرونه لأنه في الحقيقة إذا وجد الشرط الأول والثاني طبعا وجد الشرط الأول فالغالب أنه لا يختل الشرط الثالث وهو عدم مخالفة لسان العرب بأن لا يكون فيه ما يخالف قواعد اللغة العربية من النحوي والصرفي وغيره فإن هذا مشعر بضعف بعدم الصحة بناء على ذلك فإذا اختل الشرط الأول وهو الصحة فتسمى قراءة ضعيفة وإذا اختل الشرط الثاني وهو كونها مخالفة لمصحف عثمان سميت قراءة شاذة يعني طبعا الأولى شاذة ضعيفة والثانية شاذة فقط لكنها ليست ضعيفة لأن الضعف منظور فيه إلى الإسند ثم قال فنحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه القراءة بمسعود أظن وقيل بن عباس كذلك أظن هذه تسمى القراءة الشاذة فيها مسائل أول مسألة أوردها المصنف هل تصح الصلاة بها أم لا تصح قال الشيخ ففيها روايتان معنى قول المصنف إن فيها روايتان أي روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد أولى هاتين الروايتين المنصوصة عن الإمام أحمد أنه يحرم قراءتها في الصلاة لأنها تكون كلاما نقل إسحاق بن إبراهيم أن الإمام أحمد سئل في من يقرأ بقراءة عبد الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله ونحو ذلك فقال لا يصلى خلفه أي لا يصلى خلف من قرأ بهذا القراءة لأن هذه القراءة ليست بمتواترة وهذا طبعا القول هو المجمع عليه المعتمد عند علماء المذهب وغيرهم الرواية الثانية التي أشار إليها المصنف وهو أنه تصح القراءة بها لكن مع الكراها واستدلوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم قرأوا بها في الصلاة فإن ابن مسعود كان يقرأ بها وأبين كان يقرأ بهذه الآية وإنما لم تجعل لأنها نسخت ربما ولم يعلموا بنسخها لم يكن الصحابة قد علموا صح عندهم أو ثبت عندما يدلوا عن نسخها أعني أبين وعبد الله بن مسعود وبعدهم كذلك الأعمش كان يعني يقرأ في الصلاة ببعض القراءات الشاذة وأجمع العلماء على صحة صلاته وهذه جاءت عن إمام أحمد فقد نقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي وحنبل بن سحاق ابن أخي الإمام أحمد أن أحمد قال إذا قرأ بقراءة تثبت عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود وقوله تثبت دول على اشتراط الصحة السند فصلاته جائزة ولكن لا أحب أن يقرأها وهذه الرواية الثانية صححها الشيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم وابن الجوزي فهؤلاء الثلاثة اختاروا صحة الصلاة بالقراءة الشاذة هناك رواية ثلاثة من باب الفائدة لأبي البركات المجد بن تيمية أنه يصح الصلاة بها في النافرة دون الفريضة وحمل ما جاء عن السلف أنه في النافرة دون الفريضة طبعا المعتمد وقول جماهير أهل العلم أنه لا يصح القراءة الشاذة التي خالفت مصحف عثمان وقال البغوي من الشافعية هو ما وراء العشرة نعم هذا هو القول الثاني في تعريف أو حد القراءة الشاذة فما كان خارج القراءات العشر وهي السبع السابقة المجمع عليها إضافة لرواية يعقوب وخلف وأبي جعفر ابن القعقع هؤلاء العشرة طبعا المخزومي هؤلاء هم العشرة يقول مصنف وقال البغوي يعني بالبغوي صاحب التهذيب من كتب الشافعية محي الدين له التهذيب وله التفسير هو ما وراء العشرة هذا النقل عن البغوي قاله في أول تفسيره فقد حكى في أول تفسيره الاتفاق على أن القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر تصح وحكى الإجماع عليها كذلك أبو حيان في تفسيره وصحح هذا القول أن ما وراء العشرة ليس بمتواتر السبكي وابنه فقد صحح ذلك وهنا أورد عليهم إشكال أورد هذا الإشكال ابن الجزري أيضا يقول فسألت ابن السبكي وأرسلت له رسالة كيف تقول هناك في الكلمة نقلناها قبل قليل إن السبعة متواترة ثم تقول هنا في هذا الموضع لأن هذه العبارة موجودة عند ابن الحام وعند جمع الجوامع لأن نفس العبارتين موجودة في الثنتين وهنا تقول لما نقلت قول البغوي وهو الأصحح أن ما وراء العشرة شاف مفهومها أن العشرة متواترة فكأنك يعني مفهوم الأول غير معمول به أو أن مفهوم هذا يناقض الأول يقول فرد علي بكلاما يعني كأنه لم يقتنع به شفهيا ثم أرسل له رسالة فرد عليه مؤدى كلام ابن السبكي أنه يقول قلت الكلام الأول لأنه مجمع عليه ثم ذكرت العشرة لأنه مجمع عليه إلا خلاف من لا يعتبر به إذن هو مجمع عليه والإجمع يعني قبل ابن السبكي أبو حيان حكاه وكثيرون وكثيرون قد حكوا أن الروايات العشر أو القراءات العشر كلها متواترة وإذا كفى أن ابن السبكي لم يقتنع بهذا الشيء تماما بكلام ابن السبكي في هذه المسألة قال أبو العباس قول أئمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها نعم هذه المسألة مسألة مهمة جدا وهي قضية ما الفرق بين الحروف السبعة وبين القراءات السبع ذكر هنا المؤلف عن الشيخ تقييدين أبو العباس أن الحروف السبعة أشمل بكثير من القراءات السبع لأن القراءات السبع إنما توضع العلماء على اختيار هذه السبع فقط من ابن مجاهد فمن بعده وإلا فإن قبله كانوا يختارون غيرها من القراءات وقد أجمعوا كما نقلت لكم قبل قليل على أن العشر كلها متواترة طيب فالحروف السبع كما قرر شك تقييدون معتمل عند الحنابل لأنها أشمل بكثير من القراءات فالحروف تشمل القراءات السبع والعشر وغيرها والحروف السبعة أيضا تشمل ما كان مكتوبا في مصحف عثمان وما كان خارجه كذلك بل إن الحروف السبعة يدخل فيها على رأي الشيخ تقييد دين الوقوف والوصل فيرى أن الاختلاف في الوصل والوقف ليس اجتهاديا وإنما هو توقيفي وكل ما كان من باب الاختلاف فدل على أن له أصلا في الأحرف السبعة وما يعلم تأويله إلا الله تقف والراسخون في العلم هذا أحد الحروف السبعة والحرف الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون هذا حرف أخر فالحرف يشمل الكلم فيدخل فيه مصحف عثمان وغيره ويدخل فيه النطق تدخل فيه القراءات السبع وغيرها ويدخل فيه أيضا الوقف والابتداء ويدخل فيه أيضا غير ذلك ربما أيضا حتى صيغ الأداء هو يقول حتى صيغ الأداء تدخل أيضا في الحروف السبعة وهذا معنى كلام الشيخ تقيدين وذلك يقول قول أمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها وإذا نص العلماء على أن القراءة الشاذة حجة لأنها قد تكون قرآنا لكنه منسوخ منسوخ التلاوة والشاذ حجة قول هو الشاذ أي قراءة الشاذة حجة معنى كونها حجة أي يخصص بها العموم ويقيد بها المطلق ويثبت بها الحكم المفرد إذا لم يكن طبعا منادر يعني ما مر عليه الآن حكم مفرد وقد وديت طبعا رسالتان عندي في تتبع مطبعتين هناك رسالتان مطبعتين في الأحكام المبنية على القراءة الشاذة نعم قال عند إمامنا يعني به الإمام أحمد وقد قال الزركشي في شرح الخرقي إنها أشهر روايتين عن أحمد والحنفية وذكره ابن عبدالبر إجماعا أي أن ابن عبدالبر نقل الإجماع على أن القراءة الشاذة إذا صح بها النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يجوز الاستلال بها في الأحكام وعن أحمد ليس بحجة نعم قال وعن أحمد ليس بحجة هذا القول الذي عن أحمد مال المصنف في القواعد إلى ضعفه فقد قال وحكي بحجة التضعيف نعم سيأتي وحكي عن الشافعي نعم قول المصنف هنا وحكي عن الشافعي هذا من باب التضعيف لما نسب للشافعي وقد فصل المصنف رحمه الله أو سيضعف المصنف بعد ذلك ضعف هذا القول طبعا الذي حكاه عن الشافعي هو الآمدي وإمام الحرمين وتبعه النووي في شرح مسلم فقد حكوا أن الشافعي يرى أن الشاذ ليس بحجة نعم ولا يصح عنه أي ولا يصح عن الشافعي بل نصه واختيار أكثر أصحابه كقولنا قل بل نصه أي بل نص الشافعي واختيار أكثر أصحابه أي أصحاب الشافعي كقولنا أي أن الشاذ ذا حجة أطال المصنف في الاستدلال على إثبات هذا القول للشافعي في كتابه القواعد أوجز كلامه يقول إن ما حكى هؤلاء يعني به الآمدي وإمام الحرمين والنووي ما حكى هؤلاء خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويط على أنها حجة وجزم به من أصحاب الشافعي أبو حامد في مواضع والماوردي في موضعين والقاضي أبو الطي في موضعين والقاضي حسين يقصد المروزي في موضع والمحامل في موضع من كتابه المسمى عدة المسافر ونص عليه في كتابه الحاضر وذكره أيضا بن يونس وجزم به الرافعي في باب حد السرقة ثم قال والذي وقع لإمام الحرمين قلده فيه النووي مستنده في ذلك عدم إيجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود وهو منع عجيب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام عند الشافعي أو لقيام معارض الراجح يعني يقول السدلال إمام الحرمين ومن تبعه كالنووي هذا غير محلة فإن الشافع قد صرح في موضعين بالبيط لأن قراءة الشاذة حجة طبعا الاستدلال بها بحجة كثير جدا وقلت لكم أن هناك رسائل أفردت في قضية الاستدلال بالقراءة الشاذة متى يكون طبعا وجه الاستدلال باختصار أن الاستدلال بهذه القراءة الشاذة إما لأنها قرآن على قول بأنها قرآن وهو الذي انتصر له الشيخ تقي الدين ورواية عن أحمد حين إذن استدلت بقرآن أو لأنها قرآن نسخ تلاوته فبقي حكمه وعلى أضعف الأقوال حتى من قال إنها ليست قرآن بوجه لا منسوخ ولا محكم فإنه يقول إن القراءة الشاذة قد تكون حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فظن الصحابي أنه قرآنا طبعا هذا بعيد جدا لأن الظن بالصحابي عدم ذلك هم يتحرزون في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أنهم يتحرزون في نقل القرآن الذي قاله عليه الصلاة والسلام ولكن قد تكون كما قلت لكم أحد الأحرف السبعة التي لم تكتب في مصحف عثمان وقد تكون يعني منسوخة التلاوة وقد تكون منسوخة التلاوة والحكم مثل منسوخة التلاوة والحكم يعني أوردوا في آتك نعم مثل عشرة ضاعات لا هذه نعم مشبعات نعم هذه تلاوة منسوخة التلاوة والحكم أحسنت طبعا إذا ثبت نسخها للتلاوة فلا يصح القراءة بها في الصلاة مثل فنسخت بخمس كان مما نزل في القرآن عشر ضعات مشبعات فنسخت بخمس فلو قرأ أمرأ هذه أو قرأ الشيخ والشيخة إذا زني فهذا يقول إنها جاء النص على نسخها أي نسخ تلاوتها أما غيرها من الشاذ فقد يكون فيه ما لم ينص على نسخه أي نسخ تلاوته نعم مسألة في القرآن المحكم والمتشابه نعم بدأ يتكلم المصنف عن مسألة تقسيم القرآن وقد أورد المصنف القرآن أو قبل تقسيم القرآن القرآن ما فيه من الكلم إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إن شاء وعلماء الأصول لا يعلمون بالأخبار لا بالأخبار عن السابق وعن اللاحق ولا عن ذات الجبار جل وعلا وإنما يتكلمون عن ما في القرآن من الإنشاء وما في القرآن من الإنشاء يقسمه العلماء باعتبارات متعددة فيقسمونه أولا باعتبار النظر إلى ذاته إلى أمر ونهي وسيأتي بعد ذلك ويقسمونه ثانيا باعتبار متعلقاته وعوارضه فيقسمونه إلى عام وخاص من الذي يتعلق به ويقسمونه كثالك إلى النسبة بين الذات والمتعلق وهذا هو المحكم والمتشابه وبدأ المصنف في أولها فقال في القرآن المحكم والمتشابه هذا في كتاب الله فإن الله عز وجل يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وهذا نص على أن من القرآن محكم والمتشابه نعم وللعلماء فيها أقوال كثيرة نعم الأقوال كثيرة جدا أطال القاضي بويعلى في عدها وفي المسودة كذلك وقد أوصلها أو نص على عددها الطوفي في الإشارات وقال إنها تصل إلى 12 قولا في التفريق بين المحكم والمتشابه نعم والأظهر المحكم المتضح المعنى نعم هذا قوله الأظهر جزم الطوفي في الإشارات وفي الشرح المختصر أنه أجود التعارف وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد كما سأذكر لكم بعد قليل قوله المحكم المتضح المعنى معنى كونه متضح المعنى يعني أنه واضح لا يحتاج إلى تبيين ولا يحتاج إلى توضيح ورد إلى آية أخرى وهذا مأخوذ من كلام الإمام أحمد فقد قال أحمد بن أبي عبده كنت عند أبي زرعة يقصد به الرازي فسألته عن مسائل وكان مما سألته عن المتشابه ما هو فقال لأبو زرعة ما يقول فيها صاحبك يعني إمام أحمد قال فقلت يذهب إلى حديث عبد الله بن مسعود الإثم حواز القلوب بمعنى أن مفهوم هذا الكلام أن المتشابه ما كان فيه تردد في معنى بينما المحكم هو الواضح فقال أبو زرعة سبحان الله ما أشبه أحمد إلا بالبازي ينقض على الصيد من فوقه وجاء في مسائل بن هانة مطبوعة أنه قال قلت لأبي عبد الله كيف للرجل أن يعرف المتشابه من المحكم قال المتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا مختلف والمحكم الذي ليس له الذي ليس فيه اختلاف قول ليس فيه اختلاف أي في المعنى في الجملة إذن هذا في الجملة ما أخذ من كلام أحمد ومشى عليه أغلى المتأخذ حتى أنه في الإقناع ذكر أن المحكم هو المتضح المعنى والمتشابه مقابله نعم والمتشابه مقابله أي يقابل المحكم فيكون مما لم يتضح فيه المعنى أو أشكل معناه طبعا والمتشابه حكمه أن الله عز وجل أمر برده إلى المحكم المتشابه أمر الله برده إلى المحكم وليس معنى أنه مردود وغير مقبول وإنما المقصود أنه يرد إلى المحكم طيب نعم نذكر لاشتراك أو إجمال أو ظهر تشبيه هذه المسألة مهمة أريد أن تنتبهوا معي فيها أول شيء نريد أن نقسم لكي نفهم المشتبه في كتاب الله عز وجل نقول إن المشتبه في كتاب الله قسما القسم الأول المشتبه الذي يعود للمعنى بمعنى بمعنى أن القرآن تارة يثبته وتارة ينفيه مثل قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون وفي الآية الأخرى قال ولا يكتمون الله حديثا فالمعنى فالمعنى هنا مشتبه بين الآيتين وهذا النوع من الاشتباه هو المسمى بمختلف القرآن وحكمه أنه يجب رد متشابه إلى القرآن ويجب أن يجمع بين الآيتين ومن أول ما ألف في ذلك الكتاب المشهور بمسائل نافع ابن الأزرق فإنه سأل ابن عباس رضي الله عنه عن عدد من الآيات المشتبهة بهذا المعنى بأن كانت في موضع شيء وفي موضع شيء آخر والإمام أحمد له الكثير من هذا الاشتباه من هذا التبين للمشتبه بين الآي عندنا هنا مسألة فيها من لم يستطع رفع الاشتباه فيجب عليه إن لم يستطع التوقيف إن لم يستطع التوفيق بين الآي أن يتوقف ويرد الأمر لأهل العلم ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن كلام الله عز وجل بعضه يبين بعض في هذا المعنى جزما إذن هذا المعنى الأول من معنى الاشتباه النوع الثاني الاشتباه الاشتباه الذي يعود إلى اللفظة بأن تكون اللفظة ليست دالة على كمال المعنى هي تدل على معنى إذ ليس في القرآن شيء لا معنى له كما سيأتينا بعد قليل ولكنها ليست دالة على كمال المعنى طيب الاشتباه فيه كيف يكون قالوا الاشتباه يكون في نقول نوعين قبل قليل نقول هنا في قسمين إما لأجل الاشتراك أو لأجل التواطئ وقد ذكرت لكم في أول درس أو الثاني معنى الاشتراك ومعنى التواطئ فالاشتراك أن يؤتى بلفظة يراد بها أحد المعنيين لها ولا معنى مشترك بينهما مثل القر وهكذا القر مشتبه في القرآن لأنه مشترك فحين إذن نحتاج إلى مبين إما من القرآن نفسه فإن بعض أهل العلم دلل من القرآن على معنى القر وسيأتنا إن شاء الله في المجمل وإما من السنة أو من غيرها النوع الثاني هو المتواطئ ومعنى المتواطئ أن يكون اللفظ يراد به معنى واحد ولا يراد به معنيان وإنما يراد به معنى واحد ولكن لا دلالة في اللفظ على كمال معناه من جهة القدر المميز له ما هو القدر المميز له ويدخل في المتواطئ أمرا المجمل وموهم التشبيه إذن انظر معي ماذا يقول مصنف يقول والمتشابه مقابله أي غير متضح لاشتراك هذا واحد الثاني إجمال الثالث ظهور تشبيه إذن المقصود بالأمثلة ذكرها المصنف ليس مطلق المتشابه وإنما المتشابه في اللفظة أو في اللفظ فإن المتشابه في اللفظ إما أن يكون لأجل التواطئ أو لأجل الاشتراك طيب نبدأ بالأول ثم الثاني الاشتراك حيث وجد في القرآن اشتراك فيجب رد المجمل يجب رد المتشابه إلى المحكم وضربت لكم مثالاً بالقرأ واضح وسيأتي لإنشار تفصيل القرأ بخصوصه بعد يعني بضع الدروس المتواطئ نقول إن المتواطئ في القرآن وما في معنى المتواطئ نوع يعني تارة يكون مجملاً وتارة يكون موهماً للتشبيه فالمجمل هو أن تأتينا آية ولا نعرف المقدار مثل قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده كم مقدار الزكاة لا نعرف فحينئذ يكون مجملاً فتأتي السنة بتبينه الحكم في هذا المجمل أنه يجب البحث عن المحكم ويرد إليه فمن لم يستطع معرفة المحكم فيجب عليه قصد الامتثال ولكن لا يمتثل حتى يعرف المقدار هذا كلام أهل النوع الأخير وهذا سأقف معه بعض الشيء وهو قوله أو ظهور تشبيه أو ظهور تشبيه المراد بقوله أو ظهور تشبيه يعني أن اللفظة يكون موهماً للتشبيه بأن يأتي في القرآن صفات الله عز وجل فإن صفات الله عز وجل المذكورة في القرآن قد يتوهم شخص أنها تشبه صفات المخلوقين وقد نفى الله عز وجل وجل هذه المثلية فقال ليس كمثله شيء فنفى هذا المعنى المراد المعنى السيء وتسميت صفات وتسميت أن آيات الصفات من المتشابه موجودة عند كثير من العلماء ذكرها بن قدامة وذكرها أيضاً ابن الحافظ وكثيرون ذكروا أنها من متشابه ومعنى كونها متشابهة يعني أن النصوص الشرعية الدالة على صفات الله عز وجل دلت على معنى مشترك بين تلك الصفة وبين صفة الأدمين وهذا هو التواطئ وما زاد عن المعنى المشترك الموجود في الذهن وهو القدر المميز مجهول ولا يعرف وحين ذاك فإننا نؤمن بأصل الصفة ونكل القدر المميز أو المحدد بعد ذلك إلى علم الله عز وجل وهذا معنى قول العلماء الاستواء معلوم والكيف مجهول فحينئذ الاشتباه هو في الكيفية التي يسميها بعض الناس حقيقة وبعض الناس يجعل الحقيقة هي الأصل الصفة المعنى المشترك ولا مشاحة في الاصطلاح وسأذكر بعد قليل لماذا لا مشاحة في الاصطلاح فهم يفوغون سأشير التوفيط على قليل فعندئذ نقول إن الاشتباه إنما هو في الكيفية وأما أصل الصفة وهو المعنى المشترك في الذهن فإننا نؤمن بما وصف الله به نفسه فحينئذ نقول إن المتشابه من صفات الله عز وجل قد بيّن الله عز وجل أنه لا يمكن معرفة كيفيتها فحينئذ نؤمن بأصل الصفة ونكل أمر الكيفية لله عز وجل والكيفية مجهولة هذا معنى قول بعض أهل العلم حينما قالوا ونفوض الصفة أي كيفية الصفة وبعضهم يعبر بالحقيقة ولا مشاحة في الاصطلاح لأن مراده بالحقيقة هي الكيفية لا يقصد أصل الصفة وذلك بعض الناس قد يجد في كلام بعض العلماء أننا نفوض حقيقة صفات الله فيقول هذا فوض أصل الصفة نقول لا مراده بالحقيقة إنما هو الكيفية هنا وأغلب الخطأ الذي ينسب للعلماء ويفهم من كلامهم إنما هو بسبب الاشتراك في الألفاظ ولذلك فإن مسألة التفويض مسألة خطيرة جدا فإن المفوض يأتي بغرائب الأمور لأن المفوض يقول إن الله عز وجل خاطبنا في صفاته بكلام لا نعرف معناه أصل الصفة لا نعرف معناها فقول الله عز وجل إنه سميع بصير أو غير ذلك من الصفات استوى على العرش الصفات الذاتية أو الفعلية لا نعرف معناها قد يكون معناها يغفر للمؤمن وهذا الرجل في الحقيقة الذي يقول هذا الكلام يزعم أنه منزه لله عز وجل وليس كذلك بل إن الذي ينزه الله عز وجل هو الذي يقول إن الله عز وجل إنما خاطبنا بما نعلم فهذا لم ينزه الله عز وجل بل قال إن الله خاطبنا بما لا نعلم خاطبنا بكلام لا يفهم الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين وأنت تقول لا ليس كذلك وذلك هذا المفوض هو في الحقيقة يدعي ظاهرا التمسك بكلام السلف لكي لا يعترض عليه وباطنا هو في حقيقته مؤول مؤول ومحرف وناف لأنه ما فوض إلا بعدما رأى أن هذا المعنى في ذهنه يؤدي إلى التأويل وكذلك قالوا نقل عن بعض السلف أنه قال ما أول أحد إلا وقد جسم وقد شبه عفوا وقد شبه لذلك هذه الأمور بعضها متلازم لبعض نعم هذا على سبيل الإجمال في هذا الموضوع هو طويل نعم إذن قول العلماء أن صفات الله عز وجل من المتشابه صحيحة ولا إشكال فيها البتة لا إشكال في ذلك البتة فمعنى كونها متشابه أنها ترد إلى المحكم والله عز وجل بين من محكم كلامه أنه ليس كمثله شيء وحينئذ فإن الصفات الله عز وجل متواطئة مع غيره فالمعنى الأول وهو الإيمان بأصل الصفة نؤمن به والمعنى الثاني وهو الكيفية أو كمال المعنى الثاني هذا الذي رددناه إلى المحكم فنقول ليس كمثله شيء فلا يشبه أحد من المخلوقين المشبه لم يرد آية الصفات إلى المحكم فشبه الله عز وجل بخلقه فأخذ المتشابه وحده المؤول ماذا فعل لم يرد أيضا المتشابه إلى المحكم وإنما رد المتشابه إلى فهمه هو فقال إن معنى استوى على إن معنى كذا كذا وأما المفوض فيدعي أنه رد المحكم إلى المتشابه فوكال علمه الله عز وجل ونفى التشبيه بالله عز وجل ليس كمثله شيء لكن في الثنتين فوقع في شر من ذلك بأن جعل الله عز وجل خاطبنا بما لا معنى له وهذا ما سنتكلم عنه بعد قليل نعم ولا يجز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عمة العلماء نعم هنا مسألتان متشابهتان يخطئ فيها بعض أهل العلم كما ذكر المسألة الأولى هل في القرآن ما لا معنى له والمسألة الثانية هل في القرآن ما لا يفهم معنى وهم مسألتان نبدأ طبعا المسألة الأولى متعلقة بالله والمسألة متعلقة بالمخاطبين وهم المكلفون نبدأ بالأولى يقول الشيخ ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له طبعا قول المصنف ما لا يقال في القرآن زاد بعض أهل العلم وأيدهم مرداوي طبعا زاده الأرازي وأيده المرداوي في التحبير قال لا نقول في القرآن ولا في السنة فكذلك في السنة يجب أن تكون لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحيها قال ما لا معنى له بل لا بد أن يكون له معنى لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين واضح وبين فلا بد أن يكون له معنى قال المصنف عند عامة العلماء قوله عند عامة العلماء يدل على أن هناك خلافة لكنه ضعيف وهذا القول الذي خالف في هذه المسألة سماه بمفلح شدودا فقال إلا من شذ فهو شذود ليس قولا معترفا بل قد جزم جماعته من أهل العلم أن لا خلافة في المسألة فحكى الشيخ تقي الدين أنه لم يقل مسلم مطلقا لم يقل قال لم يقل عالم وإنما قال لم يقل مسلم إن الله يتكلم بما لا معنى له وجزم بذلك بعده المرداوي فقال هذا مما يقطع به كل عاقل ممن شم رائحة العلم ولا يخالف بهذا إلا جاهل أو معاند لأن ما لا معنى له هذيان والله عز وجد يعني منزه عن ذلك ولا يليق الهذيان من عاقل فكيف بالبارئ ثم ذكر من قال بهذا الشيخ فقال ثم رأيت جماعة من العلماء صرحوا بهذا الخلاف أي نقل الخلاف منهم الرازي وقبل عبد الجبار وأبو الحسين في المعتمد وأثبتوا الخلاف في ذلك طبعا هذا الخلاف الذي نقلوه هؤلاء له الرازي ومن بعده مثل أبو الحسين المعتمد وجهه القرافي بأن المراد في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى وذلك بدأت حديثي في التفريق بين المسألتين ولكنهم خانهم التعبير فأخطأوا في المسألة كذا وجهه القرافي طيب إذن قال المصنف ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء قلنا إنه إجماع وإنما المخالف في ذلك إنما هم الشذذ من من العلماء من غير أهل العلم ليسوا علماء وإنما هم شذذ هؤلاء الذين نسب لهم أنه لا معنى له وهذا أولا الذين لا يعتد بخلافهم يعني يسمونهم الحشوية أو الحشوية يصح بسكون الشين وتفق وفتحها وأظهر أقوال الحشوية أو الحشوية أنهم يقولون إن في القرآن والسنة ما لا معنى لهم هذا هو أظهر أقوالهم وهم الذي عرف بهم لكن أصبح هذا الاسم لما كان مذموما معروفا به الجهلة نقل لبعض الناس يقول المرداوي يعني فائدة قال قلت وقد حدث اصطلاح كثير من الناس على أنهم يسمون كل من أثبت صفات الرب سبحانه وتعالى مما جاء به القرآن والسنة كما قال السلف يسمونهم بالحشوية إذا لم يتأولوها كما تأولوها اصطلاحا اخترعوه تشنيعا عليهم لكن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلف وذلك يعني الذنب الأوصاف والألقاب الله يحكم بين الناس فيه فالذين سموا هؤلاء بهذه الأسماء أو سموا غيرهم بغيرها كتيمية أو وهابية أو غيرها الله يحكم بين الناس في هذه الأسماء يوم القيامة ولن يغادر الله عز وجل علمه شيء وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور نعم هذا المسألة الثانية وفيه أي في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله سبحانه وتعالى أي لا يفهم أحد من المخلوقين معنى بعض الآي أو أن جميع المخلوقين جميع المخاطبين لا يفهمون بعض ما في كتاب الله عز وجل قال عند الجمهور قوله عند الجمهور جزم بهذا القول ابن مفلح وقال إنه قول الأصحاب والجمهور هكذا قال وقول المصنف عند الجمهور يدل على أن المسألة فيها خلاف وممن خالف في هذه المسألة جماعة من أهل العلم فذكروا أنه يجب أن يقال إن القرآن كله معلوم لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين فلابد أن يكون واضحا بينا فكيف يخاطبنا الله عز وجل بما لا يفهمه عموم النس ووجه طبعا وجه قول الأصحاب بأن في القرآن ما لا يفهم معناه أي لا يفهم معناه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل ذكر ذلك المجد ابن تيمية والمجد هو من هو في الأصول والفقه معا فإنه قال إن بحث أصحابه لن هذه المسألة وإرادهم لها وتمثيلهم يقصدون به أنه لا يفهم أنه يفهم القرآن على سبيل الإجمال وقد لا يفهم على سبيل التفصيل مثل مثل آيات الصفات فإنها معروفة على سبيل الإجمال دون التفصيل في الكيفية ومثل الغيبيات فإن الغيبيات في الجنة والنار الروح معروف حكمه على سبيل الإجمال معناها على سبيل الإجمال دون معرفة معناها على سبيل التفصيل وهكذا من الأمور الكثيرة التي من هذا الباب وهذا الذي قاله المجد ابن تيمية هو الصحيح وهو الأوفق لدلالة القرآن وتعبد الله عز وجل به حتى وقد وافقه حفيده الشيخ تقي الدين ويقول الشيخ يقول لا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة لا يعلمون معنى القرآن كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين ثم قال وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ إذن إطلق ما أطلقه المصنف هنا أن في القرآن ما لا يفهم مطلقا هذا خطأ جزم به الشيخ تقي الدين وإنما ما نقل عن أهل العلم ونسبه بمفلح أنه قول الجمهور محمول على أنهم لا يفهمون تفصيله وأما مجمله فلا بد أن يكون مفهوما نعم ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل نعم قوله ولا يعنى به أي القرآن لا يعنى بالقرآن غير ظاهره يعني غير لفظ الظاهر ولا يصرف عن الظاهر إلى غيره بتأويل إلا بدليل وهذا طبعا هو قول أئمة المذاهب الأربع المتبوعة جميعا وأتباعهم على هذا الشيء وعبر بذلك المرداوة فقال إنه قول الأئمة المتبوعة جميعا وهذا يدولنا على أن الأئمة الأربع جميعا على القول بالعمل بالظاهر بالنصوص لأن بعض الناس لما يقول الظاهرية يظنوا أن من يقابلهم أئمة المذاهب الأربعة لا يقولون بظواهر الأحاديث وهذا غير صحيح بل هم متفقون على أنه يجب الصيرورة إلى الظاهر وعدم العدول عنه إلا بدليل فالعمل بالظاهر أصل من أصول أهل السنة جميعا طيب قال إلا بدليل يعني من الدليل مثل ورود المخصص للعام هذا يعتبر دليلا وغير ذلك من الأمور التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله ثم قال نعم خلافا للمرجئة خلافا للمرجئة لأن المرجئة يقولون إن في القرآن والسنة ما يكون على خلاف ظاهره ولو بدون دليل ولا يلزم وجود الدليل وبنوا هذا على أصلهم لأنهم لما وجدوا أن القرآن والسنة مليئان بالآيات التي فيها الوعيد فعجزوا عن صرف هذه الآيات والأحادي فقالوا إنها على خلاف ظاهرها ولا يحتاج إلى دليل وبنوا على ذلك أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه عندهم لا ينفع مع الكفر طاعة فبنوا على القاعدة عندهم وقالوا إن الآيات التي في القرآن في الوعيد على المعاصي إنما هي الباب التخوي فقط وليست على ظاهرها ما دليلكم لا دليل فقط لمذهبنا الفاسد أو لمذهبهم الفاسد طبعا ذكر البرماوي الشرح الألفية وهي مطبوعة أن قول المرجئة هؤلاء إنما هو في آيات الوعيد لا في الأوامر والنواهي فهم خلافهم في هذه المسألة في أمور الوعيد أي الاعتقاد وأما الأوامر والنواهي فإنهم يرون يجب أن تكون الأوامر والنواهي على ظاهرها طبعا الباطنية أصلا هم خارج ملة الدين لذلك لم يذكروا في الخلاف هنا لأن الباطنين يرون العمل بالباطن دون الظاهر مطلقا نعم ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل نعم قول مصنف ولا يجوز تفسيره أي القرآن برأي واجتهاد المراد بالرأي واجتهاد هو ما لم يكن مستندا إلى أصل وإنما يكون مجرد الرأي مجرد وليس مقصود بالاجتهاد المبني على مقدمات صحيحة من الكتاب أو السنة أو لغة العرب وقوله بلا أصل أي بلا أصل يرجع إليه والأصول أمران إما اللغة أو النقل هذا هي الأصل الذي يرجع إليه في التفسير وبناء ذلك فإنه لا يجوز تفسير القرآن بغير اللغة وبغير النقل المنقول عن أهل الشأن من الصحابة رضوان الله عليه ولذلك يقول العلماء لما تكلموا عن قول الصحابة كأبي الدرداء وغيره إن القرآن حمال أوجه قالوا نعم هو حمال أوجه لكن بشروط أن لا يخالف اللغة فلابد أن يكون موافقا للغة وأن لا يعارض غيره من الآية تضرب بعضه بعضا كما في حديث عقبة هلاك أمة في الكتاب يتأولونه على غير وجهه أي يضربون بعضه على بعض وهكذا طيب قبل أن ننتقل المسألة بعدها قال ولا يجوز التعبير بعدم الجواز محتمل للكراهة ومحتمل للتحريب فأخذ بعض وقد سبق المؤلف للتعبير بعدم الجواز جماعة كالقاضي بيعلى وبنعقيل فكل معبر بلا يجوز حمل بعض المتقدمين وهو أبو الخطاب عدم الجواز على الكراهة فصرح في التمهيد على أن المراد بعدم الجواز إنما هو الكراهة فقط دون التحريب وأما المتأخرون وأما أغلب الفقهاء أغلب فقهائنا وهو المعتمد أنهم حملوه على التحريم نص على ذلك المرداوي وغيرهم وغيره قالوا إن التفسير بالرأي محرم طبعاً أدل على التحريم كثيرة منها قول الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم فرد الله عز وجل البيان للنبس و سلم مفهومه أنه لا يصح البيان من غيره بلا نقل أو ما تدل عليه لسان اللغة ما جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار كذلك الحديث الآخر حيث جندب من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ فدل على الحرمة وهكذا و في جوازه بمقتضى اللغة نوايتان نعم قال ففي جوازه بمقتضى اللغة أي بناء على دلائل اللغة و دلائل اللغة تشمل دلالة المعنى اللفظ الواحد على المعاني و ما يتعلق بالاختلاف في الصرف فأحيانا قد تكون الكلمة بناء على صرفها تدل على معنين وهكذا قوله روايتان أي روايتان عن الإمام أحمد منقولتان الأولى أنه يجوز تفسير القرآن باللغة أو بمقتضى اللغة ولذلك لأن القرآن عربي وهذا هو المعتمد في المذهب الإمام أحمد حتى قال المرداوي نص عليه الإمام أحمد وأكثر أصحابه عليه وسمى عدداً كبيراً و قد جعل الإمام أحمد أنه أول كثيراً من الآيات باللغة مثل قول اللي يتقدم معنا في المجاز إنني معكما قال هو جائز في اللغة فرد ذلك إلى اللغة الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز التفسير باللغة وأخذ ذلك من قول أو رواية الفضل بن زياد أن أحمد سئل عن القرآن يتمثل الرجل له بشيء من الشعر فقال الإمام أحمد لا يعجبني أخذ من ذلك القاضي أبو يعلى أن ظاهر هذه الرواية أنه يمنع من تفسير القرآن باللغة و اختار هذا القول أنه لا يجوز تفسير القرآن باللغة أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى فقد قال أنه لا يجوز ذلك استدلوا بماذا استدلوا بأن الله عز وجل قال لتبين للناس ما نزل إليهم فجعل التبين إنما مرده إلى النقد واللغة ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الله عز وجل وصف الأعراب فقال وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله والأعراب يعرفون اللغة ومع ذلك بيّن الله عز وجل أنهم لا يعلمون حدوده وهو تفسيره ولكن هاتين الآيتين محمولتان على الأحكام دون معاني الألفاظ إذ الأحكام تحتاج إلى اجتهاد منقل ولا يكتفى فيها في دلالة اللغة وهذه مسألة مهمة وأما ما نقل عن الإمام أحمد فقد وجه ذلك أنه محمول على الاستدلال على القرآن باللغة الضعيفة المهجورة أو غير المعتمدة وذلك يقول أبو مفلح وحمل بعضهم المنع أي من الإمام أحمد على صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة كما حمله المجد وجدت أن المجد بن تيمي حمله حملا آخر جيد فقال إنه محمول على الكراهة وليس محمولا على التحريم بناء على أن قول أحمد لا يعجبني محمول عندهم على الكراهة في أحد الوجهي نكون بذلك بحمد الله أنهينا الحديث عن الكتاب في الدرس القادم من شئة الله عز وجل نبدأ في الحديث عن السنة وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع هذا أخونا يقول شخص مات في حالة سيارة وكان الذي صدمه هو المخطئ فدفعت شركة التأمين لأهل الميت مبلغة من المال ما حكم أخذ هذا المال من شركة التأمين يجوز ولا شك فيه حتى على القول هذه دية شرعية والغالب عندنا أن نتكلم عن المملكة أن التأمين لا يدفعون أكثر من الدية لكن السؤال الذي يسأل به بعض الإخوان في بعض البلدان يقول إن شركة التأمين تدفع أكثر من الدية هل يجوز أن أخذه هذا المحتمل أما التأمين لا شك أنه يجوز لك أن تأخذ الدية ما حكم المال مستفاد من العمل في شركة تعاطب ببيع بعض المحرمات كالخمر أو بيع الدخان أو يعني يعمل مفتيا أو في مؤسسة تتعامل بالربا وما صحة قول من يقول له أن يأخذ من هذا مقدار ما تقوم به معيشته وينتفع به لا لا ليس كذلك عندنا قاعدة شرعية مهمة جدا أن هناك فرقا بين اثنين الفرق بين من كان ماله مستحقا وبين من كان ماله محرما لوصفه المال طبعا أيضا نوع ثالث المال محرم لعينه هذا نادر مثل أن يكون هو خمر لكن إذن عندنا المحرم نوعين من الأموال إما محرم لكونه مستحقا لآخر يعني معروف أن هذا مملوك لآخر فسارقه والنوع الثاني أن يكون محرم لوصفه لكونه ربا أو لبيع شيء محرم وهكذا النوع الأول معاوضته بالمال المستحق لا يجوز أنا عند شخص وأعلم أن المال الذي معه مسروق منهوب عين المال منهوب ومستحق لشخص آخر لا يجوز لك أن تقبل هديته لأن المال مستحق ولا يجوز لك أن تشتري منه حتى بضاعة ما يجوز أن تشتريها ولا أن تعمل عنده وتأخذ أجرة من هذا المال وذلك قال علماؤنا إن من اشترى ما لن يعلم أنه مسروق وجب عليه رده بعض الناس يشتري جوال يظنه مسروق يعني يعلم أو يغلب على الظن أنه مسروق نقول حرم عليك ويجب عليك أن ترده إلى صاحبه الحالة الثانية أن يكون محرما لوصفه مثل أن في ذكر أخونا يكون يعني يبيع خمرا أو يبيع محرما يعني أو يبيع دخانا وهكذا ما أدري أو كان يعمل مفتيا هذا ما وضحت لي يمكن مغنيا يمكن مغنيا ما أدري يعني يعمل مفتيا عندهم نعم نعم طيب هذا الرجل عندنا قاعدة هذه المسألة فيها عشرة أقوال في المذهب نقالها في الإنصاف فمرة قالوا إذا كان الحرام نصفه مرة قالوا إذا كان الحرام ثلثه وإذا كان مرة قالوا إذا كان الحرام أكثره فيها عشرة أقوال في التقدير والمعتمد المذهب وهو الأقرب أن الأكل من طعامه والمعاوضة من ماله جائز بشرط ما لم تعلم أن عين المال محرم أو يكون كل مال حرام ولا أظن أن أحدا يكون كل ماله حرام الدليل على ذلك أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فيما روابنا بالدنيا عزمه جاره يعني دعاه جاره فقيل له إن جارك يأكل الربا قال عليه غرمه ولنا غنمه فحضر وأكل عنده هناك قاعدة أوردها ابن رجب في القواعد معناها يعني نسيتم نصها إن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب الذات أي ذات المل والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وارتهن وأجر علي رضي الله عنه نفسه عند يهودي وأكل نبي صلى الله عليه وسلم من أجرته مع أن الله عز وجل حكى عن اليهود أنهم يأكلون الربا ويأكلون السحت وهو الرشا فدل ذلك على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن العبرة في العقود أن العبرة في المعاملات بالعقود لا بالشخص فمدام عقدك مع بائع الخمر وغيره عقد صحيح جاز وإن كان عقدا محرما فأنت آثم تعمل عنده بأجرة لنقول تصنع بابا نقول يجوز وهكذا ومثل يقال أيضا العمل في البنوكة الربوية يجوز إذا كان عملك مباحا الورع شيء آخر المذهب يرى أن الورع كل من كان ماله فيه حرام يترك ثم اختلفوا في حد الورع فقيل الثلث وقيل أقل فالورع مسألة أخرى والديان مسألة أخرى نتكلم عن حكم الشرعي هل تؤثم غيرك أم لا تؤثمه هل ماله حرام أم حلال نقول العبرة بعقدك وليس العبرة بشخص من أمامك إلا أن يكون المال مستحقا هنا المال مستحق لا يجوز أن تأخذه هذا المحرم يقول ما صحة من يقول له أن يأخذ من هذا المال مقدار ما تقوم به معيشته لا لا ليس كذلك المسألة ذكرها العلماء هي المسألة المال المختلط ما المال المختلط عندهم لو أن رجلا اختلط بماله مال محرم يعني يعلم أن له مالا حلالا ومالا حراما له هو فاختلط المالان معا فماذا يفعل مشهور المذهب طبعا قبل مشهور المذهب إذا كان يعرف نسبة المحرم فيخرجها إما عينها إن كانت معينة وإن كان مختلطا بغيره فنسبتها الربع الثلث فإن لم يعلم فمشهور المذهب أنه يخرج النصف نصف مالك تخرجه وقال الشيخ تقييدين لا بل يخرج النصف ويزيد ولو درهما لأنه مبني على القاعدتنا أن الأكثر ما زاد عن النصف ونصف ليس أكثر ورأي الشيخ تقييدين أضبط لقواعد المذهب من الذي ذكره المتأخر فلابد أن يزيد عن النصف بدرهم أو نقول إن المتأخرين قالوا يخرجوا النصف وقصدهم ويزيدوا عنه بقليل فنتأول لهم بأنهم لم يخالفوا قاعدة المذهب فهذا الذي يقصدونه أما الذي ذكره أخونا ما أعرف أن أحدا قاله ما ستضطرى تلك مسألة أخرى أخونا يقول هل كل علم التجويد من قبل صيغ الأداء لا منه ما هو واجب قطعا مثل بعض المدود واجبة فعلى سبيل المثال الألف يجب بدها وذلك كان في بعض البلدان يقصرون الألف حتى قصرا شديدا فألفت كتب وهذه موجودة دائما في بعض البلدان وأكثر من ألفها هم علماء المغرب والجزائر يؤلفون في قصر لفظ الجلاهلة ويقولون إن من صلى بها بطلت صلاته فهذا هو المشدد عندهم يعني إذن بعض علم التجويد واجب لا شك فيه فليس كل علم التجويد أنا قلت هذا لما لأن العلماء لما تكلموا عن اللحن الجلي واللحن الخفي قالوا إن اللحن الجلي والخفية عند علماء التجويد والأداء يختلف عنه عند علماء الفقه فإنه عند علماء الفقه الجلي هو الذي يغير المعنى والخفي الذي لا يغيره حتى لو كان لحنا في إعراض الحمد لله رب العالمين لو قال الحمد لله رب العالمين صحت صلاته لكن إن تعمد بطلت صلاته إذ كان عالما وتعمد بطلت صلاته طيب التعمد في ترك التجويد لو قلت إنه حرام لابطلت صلاته ولم يقل أحد من أهل العلم ببطلان الصلاة إذن هذه مسألة مهمة إذن ليس كل التجويد يعني واجب وليس كله أيضا وليس كله أيضا ممنوع طبعا بعض العلماء يرى أن الإدغام واجب فمن فك المدغام بطلت صلاته ذكر ذلك بعض الشافعية لكن هذا غير صحيح فإن من القرى من يفك الإقراء من يفك الإدغام أظن البزي أو نسيت الآن أظنه البزي يرى أن فك الإدغام ولمذهب نصه عليه أنه يجوز فك الإدغام لأنه يعني إرجاع الحرف لأصله يجوز حتى عمدا لا يبطل الصلاة فدل ذلك على أنه ليس بواجب لأن المحرم لا يبيه ولا يصحح إذن فمسألة التجويد عندما يقول واجب واجب للمتعلم وكلام الجزري مهم في هذا الجزري عليه رحمة الله يقول ما الفرق بين نظمه ومعنىه نظمه ترتيبه والمقدم منه والمؤخر والالتثات فيه وسوق آيه والوقف فيه والسكت كل هذا يكون نظما والمعنى واضح المعنى يعني التوضيح الواضح أظنه صعب في المعنى المعنى هو المعنى يعني المعنى هو ما دل عليه اللفظ والنظم أيضا يدل على ذلك البعض يقول إن قراءة حفص العاصم بعد البسملة آية فإذا كنت تقرأ بقراءة حفص فتكون البسملة واجبة عليك فتكون جزءا من الصلاة فهل هذا صحيح لا أظن الذي يقول هذا يعني أو أنا لا أظنك فهمت كلامه صحة ما أحد قال إنك تقرأ بقراءة حفص حكمها متعلقة بهذا ليس صحيحا لماذا لأن أغلب الأئمة أحمد ومالك كانوا يقرؤون بقراءة نافع بل أحمد رجح قراءة نافع وقال أصح القراءات قراءة المدنيين والمكين يعني مطلق الحجازيين الشافعي كان يقرأ بقراءة من كثير فعندما تقول أنا أقرأ أقرأ لأن الناس يقرؤون بها لذلك لا تغرب عليهم بالقراءة تقرأ بقراءة عاصم الكوفي وهكذا طبعا ما يتعلق بالقراءة ما يدل على أن الأداء ليس متواترا أن طرق الأداء بالمئات إن صح ما قيل أنا لا أعرف لكن يقول بالمئات يعني بعض الأخوان يقرأ من طريق طيبة النشر وبعضهم يقرأ من طريق الشاطبية والأداء بينهم مختلف في المدود وهي من طريق بالرواية عاصم كذلك يقول أريد أن تذكر لي كتابا من كتب الأصول أحضر منه الدرس كشرح الكوكب أو التحبير أو شرح مختصر الروضة أريد واحدا ترشيحه إن كان يقصد من هؤلاء الثلاثة فأنا أرشيح لك التحبير أو شرح الكوكب لأن عبارة قريبة من عبارة كتابنا وأما شرح الروضة فهو منهج مختلف تماما لأن صاحب الروضة يكتب من صدره وأما هذان فهما ينقلان ويجمعان بين الجمل صاحب الروضة يبني ويطيل جدا في المساء الكلامية الاستدلال الكلامي يطيل فيه جدا 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 اللي هو الحجاج فلو أنه حدف هذه نعم هو يوضح لا أقول له لا هو موضح لكنه يطيل فيها فهذه تشغل ذهنك في المساء الكلامية والمنطقية وليست على طريقة أحمد وإن كان الطوفي أديب فيقرأ كلام الأصليين ويصوغه بفهمه فكلام الطوفي مفيد إذا أشكر عليك كلامهم ارجع ليه يصوغه لك بلفظ آخر هذا سؤال أجبت عنه ولا حاجة إليه صلى الله عليه وسلم وبركاته نبينا محمد شكرا شكرا